اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى عائل وعلى صحبه اجمعين جاولة جديدة وفيديو جديد في الحسين توب أب مخرج 14 الربوة مقابل السدحان عايز اقول لكم النهاردة ما شاء الله عنده تخفضات حلوة جدا جدا 50% في اغلب الاقسام يعني هنقول في البناتي والولادي وكمان في النسائي مفيش في الرجالي علشان بس ابقى صدق معاكم ما شاء الله تبارك الله عندهم خصم 50% حاجات حلوة جدا والفساتين روعة واسعارها حلوة بعد الخصم كمان عايز اوضح بالنسبة للاسعار اللي موجودة على كل فستان او كل حاجة مكتوب لك عليها مخفضة 50% ده السعر قبل الخصم يعني لما تنزلي عندي الكشير هيتخصم لك النص بالنص خلي بالك من حاجة زي كده فاشوفي السعر وقسمي النص بالنص وقيمي الفستان هيبقى سعره معاك كام دلوقتي يعني اللي بتسعة وسبعين هنقول مثلا بتمانين هيقف عليك على اربعين ريال تمام كده واللي بخمسة وستين هتقسميه برضو النص بالنص واللي بخمسين النص بالنص كنت بس حابة وضح علشان ما تفتكروش ان الاسعار اللي موجودة على الفستين او على القطع المخفضة هي نفس السعر اللي انت هتحاسبي بي لا هتتقسم لك عند الكشير خمسين في المية النص بالنص يعني ده تسعة وتلاتين نقول اربعين هيبقى بعشرين ريال زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله حاجات حلوة جدا صيفي والالوان جميلة والخمات تحفة طبعا الحاجة فعلا كان سعرها عالي كان سعرها نفس المكتوب عليها كده ومخفضة يعني ده كده هيبقى بتلاتين ريال الفستان ده كده هيبقى بتلاتين ريال تمام كده في حاجات حلوة جدا كمان في القسم النسائي في فستين وفي بلاز وفي حاجة كتير حلوة المقاسات متوفرة لستاشر سنة طبعا تسعة وسبعين نقول تمانين يعني ده هيبقى باربعين ريال اه برضو اللي مكتوب عليه تسعة واربعين وتسعة وخمسين هو مخفض دام السعره اه سعره في الاول مثلا كان خمسة وسبعين وحاليا بتسعة وخمسين يعني برضو مخفض بس مش مخفض خمسين في المية في جزئية كده مش مخفضة خمسين في المية وفي كتير مخفض خمسين في المية اه الموليد برضو في اه تخفيض خمسين في المية وفي حاجات قصارها حلوة جدا والفستين حلوة ما شاء الله روع اللون ده حلو قوي جميل الفستان على بعض وكده كله حلو خمسين في المية بخمسة وخمسين هتقسميها برضو النص بالنص ده السعر قبل الخاص ب34 برضو ده قبل الخاص لسه التخفضات اول يوم فيها النهاردة ولنفاذ الكمية هتقول لي امتى هتخلص وكده موجودة الحاجة موجودة والقطع موجود من كل حاجة هتشوفوها اكتر من قطع زي ما احنا شايفين كده وكل حاجة قدامكم والتخفضات لسه بادة لنفاذ الكمية هم قيلين لنفاذ الكمية يعني مش وقت محدد بتسعة وستين بتسعة وخمسين اصفة يعني ده قولي بستين هيبقى بتلاتين ريال حلو برضو بتلاتين ريال الالوان حلو جميلة ما شاء الله وتلاقي الفستان في منه يعني لونين تلاتة مثلا في حاجات كده الوانها مش كتير وفي فستين هتلاقوا منها اكتر من لون كتير ده جميل قوي فخمه وماشته حلوة وهو كله على بعضه كده حلو بقى برضو بتسعة وخمسين نقول برضو بتلاتين ريال ان شاء الله كده بعد الخاص مخفض برضو خمسين في المية جميل جميل اللونه حلوة قوي وتصميمه كمان جميل ما شاء الله حلو ده برضو سبعة وخمسين زي ما انتو عارفين بيتفرج معاكم تاني بعد التصوير بستمتع برضو بالفيديو كده وبعد اتفرج معاكم كتير يعني في حاجات كتير ما شاء الله عندك بجام هنا على خمسة وعشرين ده سعرها وفي بيجامات برضو كتير مخفضة خمسين في المية كتير يعني مش استندوا واحد ولا اتنين لا او انواع مختلفة ومقاسات مختلفة زي ما احنا شايفين كده وثلاث قطع وقطعتين يعني في تشكيلة كبيرة في تشكيلة كبيرة من البجامات البناتي ما شاء الله في برضو نسائي حاجات حلوة قوية لسه هتيجي برضو في الفيديو كله في الفيديو ده ان شاء الله انها تعجبكم البجام حلوة ما شاء الله بين عليها كده انها فخمة وجميلة تلات قطع زي ما احنا شايفين شايفين السعر قبله وطبعا عندك خصمة خمسين في المية والالوان حلوة جدا ده البجامة دي تلات قطع تلات قطع تسعة وتلاتين لسه هتتخفض لك خمسين في المية يعني هتبقى بعشرين ريال حلوة حلوة بعشرين ريال وخامة حلوة الخامة حلوة جدا الخامة حلوة ما تلاقوش منها لا سخنة ولا اي حاجة خالص حاجات اصلا فعلا سعرها اللي مكتوب عليها وهم حاليا عاملين عليها خاصة من زي مسلا تغضي حاجة بعشرين ولا بكده وتلاقيها سخنة ومش حلوة لا يعني كجودة مش جودتها مش حلوة فيه من البجامة دي فيه الوان تاني وفيه الرسومات مختلفة على الاتشيرت نفسه بخمسة وخمسين هتوضيها النص بالنص يعني بسبعة وعشرين ريال ثلاثين ريال بعد الخصم هتبقى بثلاثين ريال بعد الخصم اللي عايز اقوله ان الاسعار مختلفة في البجامات اللي هتبقى بعشرين بعد الخصم اللي هتبقى بثلاثين بعد الخصم واللي هتبقى بخمسة وعشرين زي دي كده هتبقى معاك بخمسة وعشرين بعد الخصم وفيه منها الوان يعني الاسعار مختلفة علشان الخامات مختلفة والتصاميم مختلفة وانهم بيبقوا من شركات مختلفة هي الفكرة من هنا دي مقاس كبير مقاس 16 مقاس 16 وهتبقى ب 25 ريال لانها ب 49 هنقول ب 50 ويجي لك عليها خصم 50% يعني هتبقى ب 25 ريال عندك برضو في حاجات هنا في الموليد على 5 ريال 75 وفي حاجات كتير على ريالين ونص حلوة قوي قوي زي ما احنا شايفين كده عندك بضيهات للبيت بقى وفي حاجات للخروج كانت ب 5 ريال 75 بقت بريالين ونص بقت بريالين ونص زي ما احنا شايفين كده مخفط برضو 50% فستين بقى المناسبات وكده مخفط 50% النسائي تغفية 50% فيه هنا بلوزات كمية بلوزات كتيرة جدا طلعت لكم كده كم واحدة بس ان احنا ناخد فكرة على الستاند والحاجة اللي فيه لكن ما شاء الله كتير يعني صغوتي تعبان خالص ده 25 قبل الخصم آآ بعد الخصم هتغضيها على 12 ونص بخمسة وستين وبعد الخصم هتغضيها برضو النص بالنص دي جميلة 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 جدا فيه منها سمول وميديم بس زي ما انت شايفة دي سمول اللي هي في ايدي دي وفيه منها ميديم كبيرة شوية طبعا هي بخمسة واربعين مكتوبة عليها تغضيها النص بالنص تسعة وتلاتين يعني قولها ربعين هتبقى بعشرين ريال يعني فكرة كده بس عن الستاند والحاجة اللي فيه لكن طبعا لما تقفي وتدوري هتطلعي حاجات كتير اي سعر هنا هتخصم لك عند الكشير النص بالنص النسائي بقى نسائي احنا لسه في النسائي يا دوب بدقين عندك حاجات حلوة جدا ما شاء الله عندك تلك قطع وقطعتين الاميس مع الروب وكمان البنتلون يعني ده تلك قطع هنقول بتمانين هيقف معاك على اربعين ريال حلو حلو حاجات حلوة وخمات تحفة والالوان كمان حلوة الاسعار مختلفة برضو زي ما احنا شايفين ده تتمانين في قطعتين وفي تلاتة فالاسعار مختلفة في حاجات هتبقى هتبقى معاك بتلاتين وبخمسة وتلاتين ده بتسعة وسبعين خاص من نص بنص نقول تمانين يعني هيبقى باربعين ريال اربعين ريال ده تلك قطع في قطعتين في حاجات هتبقى بتلاتين وخمسة وتلاتين ده برضو شيك قوي جميل الوان مختلفة في درجات مختلفة من نفس الطاق النص بالنص هم استندين كبار كده قصاد بعض يعني فيهم تشكيلة كبيرة ده بتسعة وستين نقول سبعين يعني هيبقى باربعين وخمسة وتلاتين الطاق بس قطعتين بس لكن مش طلق قطع اللي قدامنا ده وبرضو ده كده قطعتين مش تلاتة ده بتسعة وسبعين ممكن يبقى تلاتة عشان اللي بتسعة وسبعين كان طلق قطع لا قطعتين قطعتين بتسعة وسبعين ريال فيه الوان مختلفة القمس نفسه اللونه مختلف شفنا من ده اللون التاني صح تسعة وستين يعني هيبقى بخمسة وتلاتين حلو حلو اللونه حلو مختلف فيه منه درجات مختلفة شايفين تلات درجات عندك السماوي عندك الاخضر وعندك السيمون تلات درجات مختلفين والتلاتة حلوين احلى من بعد ده جميل برضو شايف ان ده احل حد ده حلو قوي هنا ده برضو هيبقى معاك على تلاتين اللي هو الاميس الميديم ده اه بالستين فهيبقى بتلاتين انا فاكرة عايز اقولك استنى ده ولا فيه واحد تاني بعد عمتا الاميس ده حلو قوي ده خمته حلو قوي قوي لا فيه واحد تاني خمته روعة استنى هقولك علي ده حلو وفيه منه الوان برضو فيه اللون ده اه ده خمته بقى خطيرة جميل بصراحة جميل هو مش قطن او هو قطن على حاجة تانية مش عارفة بس يعني هو ناعم جدا جميل اوي خمته حلوة ما هو السخن ولا اي حاجة خالص بس خمته جميلة بصراحة عجبني وعجبني اللون شايفين الالوان بتاعتو ده هيبقى بتلاتين لان هو بتسع وخمسين فيه بقى بتلاتين خلين بالك فيه حاجة سورتها حاجات مصورتاش يعني اه فيه هجات كتير في النسائى زي ما funçãoหولة ده مخفض خمسين في المية عندك فستين هنا مخفضة خمسين في المية يعني فيه استند اللي جبته قبل بداها عن طول ما صورتش فيه حاجة تقريبا اه ما هو مخفض كله بس حاولت ان انا جيب يعني من كل حاجة حاجة كده الفستان جميل وطويل ومقاساته مختلفة متوفرة رقم واحد واثنين وثلاثة هتغضيه النص بالنص مية خمسة واربعين وهتغضيه النص بالنص حلو ومعه حزام عشان يزبط لك الدنيا جميل ولونه حلو وهو يعني ليه تلبيسة من تحت يعني هو احلى من دول هو احلى واحد اصلا في الفستانين اللي انا شفتها دي في المجمعة اللي قدامي ده اللي هو ده شايفين فيه كم قطعة اللي عايزة فستان حلو هتغضيه النص بالنص جميل كده ده فستان تاني وميديم والستايل مختلف مية وخمستاشر هتغضيه النص بالنص حلو الاسود جميل واللون اللي بعده بس خلي بالكم ده من غير اكمام ده ب 72 واتغضيه النص بالنص حاجات للبيت حلو وفخمة جميل اه ومشته حلوة في برضو ده وفي لون تاني منه وميديم الاتنين دول ميديم حلوين حلوين لما يبقوا على المقاس اللي هتشتري ويبقوا متزبط كده وحلو برضو ده اه ب 79 يعني بتامنيه يبقى يبقى باربعين ريال ميديم ده ميديم وده ميديم ده اللي بعده ميديم لكن اللي في الاول بقولك ده يعني اكتر واحد عجبني ما شاء الله لانه مقاسه طويل اه تقدر تاخده محجبة وتلبسه وهيبقى حلو وقوي كل ده مخفض خمسين في المية بصراح ما وقفتش الاسعار هنا اه عندك برضو هنا مخفض خمسين في المية بس يعني السعر اللي في الاول اه عجبتني دي اوي اه او عجبني الاميس يعني احنا بنقول عبايا عجبني الاميس اوي اه بس شفت سعره في الاول هو اصلا كان مبلغ فيه يعني بستين ريال ليه انت بستين ريال يعني غالي بستين ريال فهو حاليا هيبقى بثلاثين يعني انا شايف حتى يعني ثلاثين ها شوية غالي ممكن خمسة وعشرين بقى حلوة عليه يعني اه حداشر ريال حداشر ريال المجموعة هنا على احداشر ريال اه اه اشوفوا اه للامانة اه احس انه لقوة مش هسخنة شوية عشان تبقوا عارفين يعني على احداشر اه يعني احداشر ونص الولادي برضو فيه تخفضات خمسين في المية في الولادي الاسعار بتاعتهم قبل فهي غالية بصراحة في الولادي خصوصا الولادي يعني مش دايما ببقى معجبة بيه هناك بسبب السعر وبتين وستين فحاليا دلوقتي هو مخفض حلو لو عايزين تاخدوا منه حلو بعد التخفيض طبعا اه خصوصا كلهم يعني اطقم خروج جنسات فبرضو في التلاثينات على اطقم خروج لا حلوة ويبقى معاك بانطلون جنس ومحترم كده لا حلو السعر اه ده كده اه ده بانطلون ترنجي مش خروج ده بس الاميس اه خروج فمش عارفه عمتن ده ده حلو ده ده تلاتة واربعين نتقدين نص بالنص بعد التخفيض بقى حلو قوي ده حلو في منه اكتر من لون في السماو وفي البنك جميل تسعة وخمسين تسعة وخمسين ده بعد الخاصم كان بخمسة وتمانين بعد الخاصم سيبك من اللي بتسعة وخمسين وروح اخدي من اللي مخفض خمسين في المية عشان بعد التخفيض هيبقى في التلاتينات في الاربعينات كده لكن تسيبك من اللي بتسعة وخمسين يعني انا بقول لكم الحاجة اللي انا هعملها لنفسي مثلا وانا بشتري لانه اصلا خمسة وتمانين كان مبالغ فيه اصل فاتيدي دلوقتي تعملوا لي تخفيض تسعة وخمسين لو يعرف بقى ان انا بقول عليهم كده بوقف حلو بس انا بقول كلمة الحقيق يعني خمسة وزتين مخفض خمسين في المية ده في خمسين في المية واللي قبل يشوفي بقى يعني خمسة وستين وقسمها النصر حلو السعر حلو بعد التخفيض الفستان ده حلو ومشته مسسخنة نهائي طاري كده وناعم وحلو والله بتسعة واربعين والوانه جميلة الوان الصيف وحلو انا مشوفتش غيره الفستان اللي عده ده مشوفتش غيره فهو حلو الناس ممكن تشوفهم بعيد كده تفتكروا ان هو سخن ومش حلو لا لا تخفيض خمسين في المية برضو الفستان دي مخفضة خمسين في المية لاني كان في ناس بتشتري فقلت خليني ارجع لما صورتوش اصوره تاني ده خمسين في المية النص بالنص في حاجات هتبقى هتبقى بعشرين وفي حاجات يعني انا فاكرة في حاجات هتبقى بستاشر وفي حاجات هتبقى باثناشر بعد التخفيض طبعا اللي هالفستان اهو زي كده الفستان مسلا هتبقى البيتي الحاجات اللي هتبقى خاصة بالبيت ده تسعة وعشرين ده هيبقى بخمستاشر اه يعني خلينا لو قلنا لو كان بتلاتين يعني هيبقى بخمستاشر بعد التخفيض في حاجات وقفة باثناشر ريال انا فاكرة وستاشر ريال اه خلينا نقول خمسين ده هيبقى بخمسة وعشرين حلو جميل لبنوتة كلا سن المحير جميل اتنين وتلاتين هتخدين نص بالنص يعني بستاشر ريال التخفيضات لسه نزلها النهاردة النفاذ الكمية فالناس اللي بتجهز هدايا اه للعيد بازن الله فروحوا خدوا في التخفيضات ما تنتظروش بقى مع دخلة العيد مش هيبقى فيه تخفيضات الحاجة بترفع يعني جبتلكم بردو كده تشكيلة من الشنط اللي عندهم ربما تستفادوا معليهاش عروض بس في حاجات اصحارة حالو يعني ما هيك دي تلاتة واربعين لا في كم شنطة على تسعة وعشرين على تسعة وعشرين حلوين قوي استنى اما يجوا هقول لكم عليهم انا بس بفرقكم كده الشنط اللي هناك انا عن نفسي وانا بجهز فبقى عايز اشوف هنا واشوف هنا واشوف هنا عشان استقرر انا يعني هشتري منين يعني في حاجات اخدتها ورجعت كم كطع وكده عشان عجبني حاجات في مكان تاني فانتوا شوفوا برضو قرنوا ما كنتش بلاقي سعر الشنطة فكنت مش بركز عليها قوي دي تسعة وخمسين يعني عرفت ان السعر لما يبقى مش بره يبقى جوه في الشنطة من جوه فعشان كده مش مش كل الاسعار جايبها لكم فيه تلاتة واربعين تسعة وخمسين فيه حاجات تسعة وعشرين زي ما بقولوك حلوة زي دي كده تسعة وعشرين السعر مش هتلاقيه بره هفتحيها هتلاقي السعر من جوه تسعة وعشرين فيه اكتر من لون فيه الاسوي الجميل وفيه البنك وفيه اكتر من لون على تسعة وعشرين الموديل اللي ده التصميم ده كده بالوانه المختلفة على تسعة وعشرين حلوة جميلة وشي حلوة قوي مع الفستين كمان الوان كتير منهم استنوا كده هتشوفوا الالوان عندك الجري وعندك البيج وعندك الجملي والابيض فيه حاجات كتير على تسعة وعشرين خميتهم حلوة جودة الجلد بتاعهم حلوين يعني انا مش عايزة بس اقارن مكان بمكان والله وانا بعمل لكم الفيديو بس هم حلوين كيفية ان انا اقول لكم بجد الجلد بتاعهم حلو من الشنط الجديد اللي انا شفتها هناك يا جماعة دي اسمه ايه الخزف الخوص يعني هو واضح عملوا منها شنط تلاتة وستين ريال وغالية شنطة مش رقيصة تلاتة وستين ريال الخزف هو الخوص ده اللي بيعملوا منه الأطباء ماخدهين بالكو شايفين عملة ازاي هي تمشي مع الفستين بواحد واربعين شوفوا الاسعار اسعار مختلفة بواحد واربعين الاسعار مختلف زي ما بقول دي صغيرة طبعا فيه مقساة صغيرة وفيه مقساة كبيرة فيعني اها اللي تحب تجرب حاجة زي كده متاخدش غير الصغيرة خالص اصغر واحدة فيهم الكبيرة اوفر قوي بصراحة و صعبة يعني انا كأنها كأنها علبة كده هحتفظ بها بقى باكسسورات حاجات كده في البيت لكن ما تمشيش عشان تخرج غير الصغيرة اللي بتحب تمشي بقى يعني تجرب كل حاجة وكل حاجة جديدة كده تعملها اصغر واحدة وغضيها تسعة وستين انا قلت هاخد اصغر واحدة على فكرة بس ما اخدتش بس يعني لو هياخد هاخد اصغر واحدة في منها الوان مختلفة في منها القحلي في منها البيج وفي منها تسعة وخمسين في منها الوان مختلفة متن تشكيلة كبيرة جدا مش كل شنط في حاجات كتير جدا ما صورتهاش بس انا حبيت اجيب لكو يعني فكرة كده في حاجات حلوة والاسعار معقولة كويسة هي مش مخفضة دي الاسعار العادية اللي عندهم بالنسبة للشوزات ما اجابتنيش اي حاجة ان انا صورها هناك بصراحة يعني اشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا